استقبل فخامة نيكوس كريستو دوليديس رئيس جمهورية قبرص سمو الشيخ عبدالله بن زايدالينهيان وزير الخارجية وتعاون الدولية بحضور معالي الدكتور كونستان تينوس كومبوس وزير خارجية قبرص وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى نيكوسيا وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص وسبوليت عزيز آلية التعاون المشترك في المجالة كافا وتبادل الجانبان الرؤى حول الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والعالمية بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في السودان وأكد في هذا الصداد أهمية دفع الجهود المبذولة لوقف التصعيد بين طرفي النزاع في السودان والعودة إلى الحوار الذي يقود إلى تسوية سياسية للأزمة واستعرض جهود البلدين في عمليات إجلاء رعاية العديد من الدول من السودان وأكد أهمية ضمن حماية المدنيين وتسريع الاستجابة الإنسانية للشعب السوداني الشقيق